بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية اهلا وسهلا بكم فيه كتير من الناس بيسأل نرقد الطماطم ازاي عملية الترقيد بتاعت الطماطم طبعا عملية الترقيد بتاعت الطماطم لا تتم الا في الطماطم اللي هي غير محدودة النمو اللي احنا شايفينها قدامنا دهيا اولا احنا ليه عايزين نرقد الطماطم عايزين نرقد الطماطم لان زي ما قلنا هي غير محدودة النمو بمعنى ان انا عشان اقدر اعمل عمليات زراعية في الطماطم بتاعتي يبقى لازم أنزلها يعني ما يصحش أننا هقدر أرش ودية وصلت حوالي 3 متر أو 2 متر ونص تمام غير كده كمان الأزهار دهيا الأزهار دهيا كل ما طلعت فوق الهوا بيبقى سخن في البيوت المكيفة وخصوصا في الصيف فبيحصل لها لفحة أو بتموت من ارتفاع درجة الحرارة لأن احنا عارفين الفرق بين درجة حرارة البيت من تحت بيبقى الهوا بارد كل ما بنطلع فوق بيبقى الهوا سخن تمام فالظهرة دهية كل ما طلعت فوق كل الهوا بيكون سخن وخصوصا في وقت الظهيرة فبيبدأ يلفح حالي وبتبدأ الظهرة دهية تموت فورا ما بتكملش دورة حياتها كمان بنزل عشان أنا في صعوبة أصلا عايز أقلم الحاجات دهيا ففي صعوبة عندي أن أنا أجيب سلم وأطلع عليه فبنبدأ نقلم أو ننزل الطماطم بتاعتنا اللي احنا بنسميها عملية الترقيق كمان فيه طيب عشان أعمل عملية الترقيق للطماطم شايف أنت من كتر التظليل من كتر التظليل بتاع الطماطم عامله ضل لفوق ابتدى الورق بتاعي عندي تحت يصفر يصفر ليه لأن الإضاءة أصلا تحت قليلة دي رقم واحد رقم اتنين أن الطماطم نفسها الأوراق نفسها أصبحت مسنة أصبحت مسنة معادش لها فايدة عندي طيب أشيلها أيوة أشيلها شايف الكلاستر هنا المحصول كويس تمام دي رقم واحد اللون ابتدى يبقى أحمر أو يميل أخضر فتحة هوت يعني ده عندنا مرحلة بيسموها مرحلة اكتمال النمو مرحلة اكتمال النمو دي إيه؟ إن صمرة الطماطم دهية يا جماعة مش هتزيد لا في الوزن ولا في الحجم من إلا يحصل لها تحول الأصباغ من اللون الأخضر دهوت إلى اللون الأحمر تمام؟ بس أما هي مش هتزيد في الوزن ولا هتزيد في الحجم طب مطلوب إيه؟ مطلوب قبل عملية الترقيد ببدأ أشيل كل الأوراق اللي هي الأوراق ده هي بتاعتي الأديمة دي بحلقة أشيل الأوراق الأديمة بتاعتي وأبدأ أعمل عملية الترقيد آآ زي ما هنشوف آآ دلوقتي زي ما انت شايف كده نبدأ نشيل كل الأوراق اللي هي المسنة اللي ملهاش لازمة دهيا تمام؟ آه وهنبدأ نحل الخيط من تحت كده هوا وأي فرع جانيبي هنبدأ نشيله بحظة كده 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 اكتشفت الدنيا عندي اهيه الدنيا بقيت متشافة عندي اهوت ده خلاص مش هيزيد لها في الوزن ولا في الحجم وده برضو مش هيزيد لها في الوزن ولا في الحجم ولا ده هيزيد في الوزن ولا في الوزن ولا في الحجم فبنبدأ نشيل كل اللي هو موجود دهوا إلا بقى ابتدنا نطلع كلهم بنطلع فوق بنلاقي الأوراق اللي هي السليمة اللي لسه كويسة فبنسيبها علشان يتغز عليها العنقيد اللي هي اللي لسه صغيرة اللي انت شايف فداهية قدامك. شايف? اه. ترى ادهية الطماطم. ممكن نروح بها كده ونجي بها كده كم مرة. وبيبدأ اللف الخيط على السخ بتاعها تاني. نبدأ نلف الخيط على السخ تاني وبنشيل اي فرع جانيبي تاني. وبنشيل اي فرع جانيبي تاني. اهو. اي فرع جانيبي بنشيله. بحيس ما تسيبش الا الساق الرئيسي. تمام. اده الطماطم. شايف بقى العناخد الزهرية الصغيرة دي ات لسه كويسة. لو هي فوق ممكن يحصل لها مشكلة او ممكن تتلفح من الشمس او تموت من الدرجة الحرارة العالية. اه اه او بشيل الافرع الجانبية هوا كلها. وبعد كده هيبدأ اه. ما هو حدث اه. لا ما تسيلو الشيلو وانتها على الالكت. وابتدي نرق اده هوا. اه شايف نعملها خط منحنة اهود او خط منحانة مش منكسر لان منكسر هنكسر الطماط وهنبدأ نلفها ونوجهها تاني على السقر الرئيسية بحيس اننا البيت بعد الترقيد شايف ده قبل ما رقد البيت بتاعي شايف طويل ازاي ده بعد ما ابتدأنا نرقد البيت بتاعنا كده اصبح الاضاءة اكثر واصبح نمو النبات هيكون كمان افضل لان كل ما طلعت فوق كل استخدام طلع لفوق زي ما اقولك هيصاب العناقيد الزهرية باللفحة ثانيا هيبقى رفيع وطالما بقى رفيع مش هيبقى اقتصادي ولا هتبقى حجام الطماطم فيه او الثمار بتاعت الطماطم فيه مش هتبقى كويس ده كان الفيديو بتاع الطماطم بس بالنسبة للناس اللي بتقول بنزرع من التلاجة بس مرة تانية عمر التلاجة ما هتديك المحصول ده اوان شايف انت عمر التلاجة ما هتديك المحصول ده اوان يعني الناس اللي بتقول نزرع من التلاجة وبتنفع هتنفع انا قلت مئة مرة هتنفع ما فيش اي مشكلة خلص بس هتديك المحصول ده اون وقت يعني انت بتجذب على نفسك يعني عمر ما هيحصل اللي انت بتزرعه من التلاجة بتاعتك دي عمره ما هيكون زي المحصول اللي بيبقى اه اف وان اه بتمنى ان حضراتكم طبعا دي الحاجات المخلفات المفروض بتطلع على طول ان دي موبوقة فيها كل الامراض اللي هي الحاجات اللي احنا قصناها من تحت دهيت فواجب ان احنا بنشيلها فورا شايف ما شاء الله المحصول طبعا هتقول للطماطم ايه اه مش هقولك هي ايه لعل خاص هقولك هي ايه الشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته